يعني نرجعنا لحضر لكم مرة تانية كابتنك كبير كابتن ريد عبدالعلى موجود معنا يعني اتكلم على مباراة النهاردة حقيقة مباراة كنا نتمنى النتيجة تبقى مغيرة الحقيقة بالنسبة ليه نادي الزمالك والفوز يعني الحقيقة تبتلعب على ارضك وسط جمهورك حقيقة جمهور يعني جمهور نادي الزمالك النهاردة يعني كان هايل فوق الهايل كمان موجود ورا فريقه والغاية اخر دية يعني منتظر حتى هدف واحد يجي في اخر دية لكن ده ما حصلش قاعد يشجع الغايه طبعا لما تعبوا الحقيقة جمهور نادي الزمالك اللي يستحق الاشادة من خلال تواجده في الاستاد النهاردة لكن في الآخر نادي الزمالك عنده الفرصة في المباراة القادمة انه يعني صالح جمهوره مرة اخرى والوصول لمباراة يعني هي الاهم في تاريخ نادي الزمالك في التوقيت الحالي المباراة النهائية فيها دي البطولة بطولة قريبة يقدر نادي الزمالك حقها من خلال ممكن نقول مش مشوار سهل يعني الفرق اللي قدامه هي سهلة يقدر يكسبها بسهولة باسمه بتاريخه بلعبته بسكوات اللي عنده لكن في الاخر محتاج بس بعض التركيز ويعني من المدربين من المدرب واللعيبة الحقيقة ده برضو مهم جدا من مستر جوميز خانيا اسأل كابتن ريدا بقى النهاردة وارحب به في البداية واسأله بقى عن ايه اللي حصل في الماتش النهاردة وشايف ان يعني جزيه هو اللي جوميز هو اللي يتحمل نتيجة النهاردة ولا اللعبين كابتن ريدا بتحياتي ليه حبيبي يا رؤى زيك تنهورك يا حبيبي جمهور النهاردة كان حالي الصراحة ايه ده جمهور نات الزمالك طبعا رائع هو نجم المباراة لأول والاخير والاخير اه يعني الراجل الجمهوري قاعدت تشجع لاخر ثانية على امر عايزين ايه تاني اكتر من كده يعني ما يكون عندي جمهور بالحلاوة دي سواء جمهور الزمالك او جمهور الاهلي بيحضر في توقيتات امتى بقى تشد حيلك بقى سواء بس انا انا بكلم بمنتال امانة انا بحمل اللاعبة مثلا اربعين في المية وحمل المدربين الستين في المية المدير الفن جميس المدربين سواء هنا او هنا اهلي او زمالك لما يكون عندك جمهور بالحلاوة دي انت مستنى ايه مع الجمهور دي هو مثلا الستي او الريال او برشلونا لما بجلموا الجماهير دي دولة اللي هما بيعملوا الشكل الحلو انما انت الاساس انت اللي بتخلي الجماهير تتفاعل انت اللي بتخلي الجماهير تنبسط ومن خلال التفاعل والانبساط هيشجعوك هتطلع احلى ما عندك مين اللي يكبر الكلام ده مدير فني رقم واحد رقم اتن مدربين طب يعني هو النهاردة جميزة كابتن يعني بييده ايه بييده ايه عشان تبتدي التشكيلة ها في ظل الغيابات اللي احنا ممكن نتكلمنا ما تسيبك بقى من النغمة بتاعت ايه لا بس اكمل الشيء لا هاقولك يعني ما هما العيبة انا عشان بس اللي بقى متفقين اللعيبة اللي موجودة النهاردة فيه جزء كبير منهم هو اللي نهى مباراة الاهلي او يعني مش بتكلم كلهم بس انا بتكلم جزء كبير فبالتالي فيه قوام حلو برضه طيب اناك ست النطش اللي فات الاهلي فيه لعيبة مقيدة افريقيا زي عبدالله السعيد وزي نصر ماهر وزي سفة رجع فرصح تلاتة ماشي ادي تلاتة اخلي بالك هو اللي اثر النهاردة في شكل الفرقة والادا والكلام ده نصر نصر ماهر ولا زيزو ولا معرفش مين هتقول لي زيزو المطيق ما عبدالله ما عبدالله كان موجود برده ولا بص انا بكلمك على الإيجابية لفترة الأخيرة هتقول لي ما زيزو جايب جونين في الاتحاد واخد بالك طب في الاهلي وفي الاهلي قبل كده معلش كانت انقصابه معلش يعني ما تودنيش للعب حقيقة انت برضه عشان بس ان بقى متفكين لا انا زعلان منك في المرة فاتت ان اللعيب رجليه قد كده هو ماشي امتى معلش كانت لا لا اه هقول لك بس ما احنا برضه عشان لا لا احنا كنا العيبة برضه وده العيب بحقيقة برضه مخلص جدا ما بقولكش انه هو بص انا كان المقصود ايه اه هو انت كراجل بتشجع النادي الاهلي اه ومدير فن النادي الاهلي ولعيب في النادي الاهلي مين اللي يعمل لك الفرق في فرقة الزمالك زيزو اما تيجي تلعب الزمالك زيزو انا اتصاب بعد ربع ساعة لأ اكمل حتى لو هقف زي الناس اسمعني بس انا جيلت من ناحية الفنية محمد صلاح بقى وقف كابتن مع متخب اصابة لا في فرق في فرق لا 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 بس اللعيب واصابته لا معلش دي في الانكل بص بص في الانكل ده اسأل ابراهيم حسن جالوا شرخ دول يوم وصفات خاصة دول ما تسمعني بس يعني حسام ابراهيم وصفات خاصة يا حبيبي اسمعني يعني كانوا ممكن تلاقي العدلة معطوعة بيكملوا دي دي خبطة دي خبطة وكادمة في وش الرجل صح انا الهدف بتاعي ايه ان انت نجمي الشباك في نادي الزمالك عشان بس نفسر للناس اللي هم طلعوا يهروا في الموضوع ده انت نجمي الشباك اقف هتوقف علي معلول جنبك وانت مصاب يعني مش هادر اقفة كابتن يا حبيبي اسمعني بس اسمعني ده حتة يعني الرجل انا فاكر طبعا في الوقت ده هو نزل وطلع تاني تفتكر يا كابتن يا حبيبي ماشي انا انا اكمل الربع ساعة اللي فاضلة دي ولا نص ساعة واطلع بين الطايمين لان هي خطة وطول ما انت سخر مش اسس بيها انا بقولك ما تجيبش جون ما تعملش جون بس ثقف انت ما ابنى عليك حاجات كتيرة بالنسبة الفرقتك والفرقة اللي قدامك انا دلوقتي لما اخرج بعد ربع ساعة انا كزيزو ايه اللي يحصل للاعبت النادي الالي خلاص الرجل اللي بيرعبنا مش موجود دي رقم واحد لا مش عايز والله ما هتحس يا عم اوقف نحية الرايط اوقف ما هتسمعني ولا ايوه هتوقف مدير فني مسك الزمالك لقيت لعب بتاعك تصاب هتسيبه لا انا بكلمك على زيزو انا ما ليش دعوة المدير الفني انا لك اكمل واقول ها اقف هنا لغاية بس ما ايه الشوت الاولاني ينتهي ليه لما اطلع بيني الطايمين غير لما اطلع بعد ربع ساعة اوقع فرقتي نفسيا ودي للفرقة التانية الصقة وان خلاص ان انا المباراة بتاعتي تفاهمني بتدي الاحساس ده وانت نجمي الشباكة عم زيزو انا انا اصدي ايه ان انت كنت كملت حتى لو هتوقف لان الاصابة مش عضلية الاصابة كدمة كدمة في وش الرجل اطلع تعمل لي كده واتعمل لي كده يعني رجل اللي ليه ورما قد كده امتى بعد المطش ما طبيعي لا 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 يا عم اسمع طبيعي انا بكلم كلام علمي والله كلام انا بكلمك على نجم الشباك ده وجهة نظر طب انت بالله عليك لما زيزو خرج مش قلت المطش بقت سهل علينا كده بالنسبة لانه زيزو طبعا واحد من الناس بس خلاص انا عصدي ايه بس مصر يا حبيبي ماشي مع الاصابة مش بالداء يعني ما تستدقيش قوي ان انت تخرج في التوقيت ده لسه في اول ربع ساعة انت توقع فرقتك وتوقع لعبتك حتى الجمهير حطت ايديها على قلبها سواء هنا والجمهير التانية واللعبة التانية بدأت تفوق خلاص مصدر الخطورة خلاص خرج انت عندك وجهة نظر مختلفة دي وجهة نظري انا بتكلم دي وجهة نظري وبعد كده احنا نعمله تمثال لو خلص الشيط الاولاني وخرج وعرفنا ان هي رجلي ورمى وكلام ده بس انت متوقعش فرقتك نفسيا ده الهدف ليه؟ لان فرقة الزمالك وجماهير نادي الزمالك بانية على زيزو ان هو زيزو اثر النهاردة هو الوحيد اللي اثر في الفريق لا زيزو اثر اللي اثر جميز بالتشكيل اللي لعب بي تعال بقى نبدأ التشكيل واحدة واحدة طيب انا دلوقتي المطش ده على ملعبي ولا برا؟ ملعبي طيب يبقى لازم اكسب عشان اكسب انا بدأت غلط هو بدأ المطش زي المطش اللي فات اللي هو ايه؟ بالذات في الاخر لما كسب النادي الالي فعمل ايه؟ تفاول وتشاؤل انا هنا لازم المسلوسي ما لعبش المسلوسي النهاردة كان عمل كارستين لو واحدة دخلت يوم كانت بقت مشكلة اللي بيرجحها بدماغه واللي بيعملها بالعرض وتقطعت صح؟ طيب انا ليه ملعبش الزناري انت بقى لك دلوقت اربع شهور يعني بقى لك مئة وعشرين يوم موجود مش عارف تقرأ لعبتك الزناري ده اللي كان بيلعبه الراجل اللي هو ميش اللي اسمه فريرا بيلعبه عشان ان هو ما كانش راجل كبير في السن ومش فاهم ومش عارف امكانات اللعيبة الزناري ده ما يلعبش اللي مساك لو لعب مساك هو وحسين عبد مجيد وحسام عبد مجيد اكسم بالله يقفله الحتة دي ومش هتشيل همها ولا هتفكر بقى تجيب حد في الحتة دي إلا ما يرجع الوينش بالسلامة إلعب باللاتنين دول وتحط سيد نمار اللي هو يعمل لي حلول ويعمل لي اتقعد المسلوسي خالص ايو اتقعده ايه هو المسلوسي ايه يا عمم كويس ايه ما عامل بلوتين النهاردة انت مش تقيمك هيبقى الغلطتين بس ما هو برضو عمل شغلي كويس فين عمل شغلي فيه من اسباب الفترة اللي فاتت دي هو المطش الوحيد اللي كان بيمسي الكرة بيحطها مطش فيوتش عالارض بعد كده بيلعب الطويل ليه انت مش مميز فيها وبعدين ما بتعرفش تلعب بدماغك ما بتعرفش تلعب بشمالك ولا يمينك فمش عزي انا بتكلمك بقى كلام فني ماشي اوكي فانا دلوقتي في الحتة دي في توقيت مسلا مطش الاهلي او مطش اللي هو بتاع النهاردة او مطش اللي جاي اللعب المسلوسي برضو مستك لا طبعا لان المطش اللي جاي عشان هو وحسان بقى لهم فترة مع بعض ممكن لا لا ما فيش التلام ده طبعا انت ياسر ابراهيم اتصاب من من جنب محمد عب منع لغاية دلوقتي محدش عارف يلعب جنب محمد عب منع ما تقوليش لرامي ربيعة ولا تقول لي ما عرفش هو اللي يلعب جنبي دلوقتي عشان لعيب كرة محمود متولي وانا استغربت ان الراجل ما بيدولوش ليه حتى لو انت عايزت ماشي اديله ودريلي الناس وحش مع السلام طب امتى بقى بعد ايه طب ده حرام ولا حلال وانت برضو عامل زي جميز جاي النهاردة وقام جاي ملاعب لعيبة زي مصطفى شلب وشكبالة لا المطش مش محتاجهم النهاردة يحتاجهم اخر نص ساعة يحتاجهم الشوت التاني اخر نص ساعة انا معاك انا ما متبداكش بهم وانت واقفهم الاسبوع اللي فات واللي قبليه واللي قبليه ما كبهمش من اتضل النار ما هنا بقى انت لازم يكون فيه سنسل المدرب طب انا دلوقتي انا قلتلك اول واحد المسلوسي يلعب مكانه الزناري ويلعب باقرايت سيد نمار تعال بقى في نص الملعب نبيل دونجا ماشي المطش اللي فات كان كويس ومش يتقدر تقعا طب انت مراش ليه الباكليفت صحيح ما الباكليفت ما حالا لا ما الباكليفت نضايي اللي عيب كوي خلي بالك النهاردة اه في كرة كابتن بريمان اضاي الكرة اللي ولد اللي اخد على سيدره لو تلعبها بس مزبوط بالعرض تعمل كرة تم ما بتحصل في علم معلول بتحصل في ادخل يا حبيبي ماشي انا بكلمك النهاردة انا عايز اكسب انا بلعبه في الحتة دي هو مين اخطر واحد الشوط التاني في الـ 18 بتاع دريمز مش كان بريمان اضاي مضايق كان فرصة يبقى هو اخطر من فتوح في الحتة الهممية لان انا عايز اكسب انا عايز اكسب تمام هو فتوح بيعمل الكلام اللي عملوا النهاردة في الـ 18 زي بريمان اضاي نهاردة ده كرة بالدماغ كرة ايه ده وشوطة ووحدة بالعرض ويخش ويخش احنا بتشوف فتوح اه بيقف يمسكك الراجل تيك تيك من بره الـ 18 انما ايجابية على المرمز الراجل ده شفت ما شفت وبعدين ما فيه غير واخد بالك والظروف والظروف كمان لو النهاردة فيه عمر جابر ما كانش هيلعم صح صح طيب يبقى ده ده لولو عزر لان برضو هو معزول لان الراجل بقى له فترة هو جاهز وما بيدلوش تمام ما للأسف احنا عندنا اتنين مدربين سواء في الـ 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 او في الزمالك او الراجل اللي مشي اللي اسمه فيتوريا ده اكسم بالله على بابا الله سالة مدربين تركت ليه الـ 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 وروحت فيتوريا ليه خلينا لا 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 خليب قالك ما برضو كولر هو السبب في الفترة الأخيرة ده في مستوى النادي الآلي الراجل هيعمل ايه مبارح ما الراجل الـ الآلي راح بمئة كورة كان ممكن اي واحدة منهم ممكن هنقول للرجل زي الفول انت كنت تقول راجل زي الفول مش الآلي كان ضايع الفرص مبارح كتير ايوه سامى باعلي كورة دي مسلا وتغييرات طاهر وتغيير الطاهر وتغير الكهربة كهربة ضايع طاهر ضايع لا لا هو الفرص 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 اللي تقول عليها فرص انا كان اصلا بيجينا فرص اصلا مع الفرق دي لما كنا زمان يا عم انت الاهلي انت بطل افريقيا انت لازم انت اللي تروح الحتة دي تكسب وترجع مازنبي برضو كنت ده مش مازنبي اللي هو من حوالي ستة سبع سنين ماشي ما احنا قلنا الكلام ده قلنا ده لول عزر ده لول عزر اني بيلعب الساعة ثلاثة وقلنا ان الجو طبيعته مقرفة وخنقة ورطوبة ودرجة حرارة صح وقلنا تالت حاجة الملعب الترتاني اللي هو ان احنا مش متعودين عليه لكن دي معلومة يعني انت اكيد عارفك ان الاهلي هو الفرق الوحيدة اللي يعني ما اتغلبتش من مازنبي على ارضه يا حبيبي ماشي ما هو ده الاهلي اه انت انت وانت عايز تخسر اه لا اقولك يعني في فرق مصية راحك كتير في الملعب ده وتتغرب على طول النادي الزمالك تعال انت لعبت دونجا ماشي لعب اه اخر نص ساعة في المطشي اللي فات كان نجم المباراة ما عنديش مشكلة هلعب جنبه محمد شحاتة ايه ده محمد شحاتة مم مش ده برضو لعب المطشي اللي فات ولما نزل كان من نجوم الفرق والنهاردة لما نزل حسيت انه نص الملعب بدأ يتغير المعالم بتاعته والخطورة تزيد اصل طب فينه من بداية المباراة يبقى راجل في غيبوبة اللي اسمه قومس ده رقم اتنين احمد حمدي بقاله تلت مطشيات مش شايف وفرصة عمره النهاردة كنا مثلا بنقول ايه المطشي الفات عشان فيه عبدالله السعيد عشان فيه ناصر ماهر صح؟ تمام طب انت النهاردة لا فيه عبدالله ولا فيه ناصر طب متاخدش انت ليه اللقطة وانت اللي تلعب الفرق ده كان بيستخبى وبعدين لعبه ما عرفش انت تاخده الكرة وكنت بتروح عالتمنتاشر بقالك ثلاث مطشيات بتمسق الكرة وبالما تفكره الكلام ده بيتغطوا عليك بياخدوها فما كانش يبدأ قولا واحدا لاني بقاله عشان مطشي الاهلي المطشي اللي فات واللي قابليه بقاله ثلاث مطشيات واحد للتحاد والاهلي والنهاردة يا عم حتى انت بدأت بيه اغير الشوت التاني على طول اطلع ونزل سامسون اطلع عشي كبالة وش كبالة ما يبدأش خلي بالك انا بكلمك وانت برضو لا عشان ما تزلموش يعني انت بص اللعيبة دي طالما رجلها مش في الملعب فبتاخد وقت وبالما بترجع تاني تستعيد قوتها ما فيه برضو مدربين يقولك انادي اللعيب ده من بداية المطشي ييجي ييجي على طول ده هو النهاردة كان بيلعب سمك لابن طمر هندي مهانت دلوقتي لما بلعب دونجة وبلعب احمد حمدي وبلعب متيابة متيابة ده لازم كان يبدأ ما كانش كبالة ده عالف بكورة المطشي اللي فات ده مين اللي مسككك كورة ومين اللي كان له شخصية وخلي بالك ما يطلعش النهاردة يعني اول تغيير كان يطلع كان احمد حمدي وينزل مكانه محمد شحاته وتاني تغيير شكبالة وتطلع متيابة ناحية الرايط وتخلي محمد دونجة واحمد حمدي وتنزل الراجل اللي اسمه مين كان مهاب مهاب زياد كمال عشان يزبط لك نص الملعب اتقول لي بقى له فترة ما بالعاش ما هو المطشيات دي اللي هي اجيب اللعبة دي واخد بالك انما انت لعبت بتلاتة رس حربة الشيط التاني مين اللي كان بيلعبه انت بتلعب الكرة عشوية في التمنتاشر وهم تحركاتهم وحشة جدا في التمنتاشر التلاتة يا التلاتة بيروحوا على القريبة مع بعض يا بيروحوا على البعيدة مع بعض مش مثلا لان اصلا هم ما لعبوش في تمرينة ان ازاي اضغط مثلا في تاكتك وانزل التلاتة دول واحد ياخد القريبة واحد ياخد اللي بعدها واحد ياخد البعيدة ما حصلتش الكلام ده بدليل ان هي لما كان بتيجي الجزيري بعد ما بتعدي خالص هو بيتفاجئ بالكورة مش مش لعب متفق عليها فاروق واخد بالك فانا بقولك كنت انت على طول بعد دي طلعتش كمالة ونزلت سامسو او زياد كمال واخد بالك يبقى انت احتفظت يبقى هنا مصطفى شلبي هنا متيابة هنا لان انت لما طلعت مصطفى شلبي محدش راح للناحية دي الناحية الليفت دي كانت كلها سايبة لابراهيم النضاي مفيش حد اللي بيقف قدامه عشان ياخد او يعمل مفيش حد احنا كنا متشوف النضاي لوحده صح؟ طب انت طلعت بنان على ايه؟ عشان تنزل اتنين رسط حربة مين الاجهاد؟ اوه اجهاد ايه؟ نجاري يعني طلعوا عشان اجهاد على ميه؟ اش انت بتقولي على اللي طلعت العيب؟ على مصطفى شلبي طلعوا عشان الاجهاد؟ لا عشان تقطعت منه كورة اه وحش بس انت برضو مش عشان وحش في كورة اطلعوا كمان تحمد حمدي وحش في مية كورة بقالوا ثلاث مطشوت مطلعتوش ليه؟ شكبالة النهاردة لو فحلته وفيه ثقة عنده المطشوت اللي فاتت يكسبك النهاردة شكبالة ده اتعملت وان تو وهو ومتيابة لازم على طول بالعرض جوني اما يرجعها تاني اللي متياب اه اتأخر فيها ليه؟ واحدة تانية برضو حاب يلم يلم وبعد كده شطها في الزحمة اللعب مع الناس هتاء وانت اسيد من بتعمل الكلام ده شكا فانا بقولك ودا مش تقليل من شيكا ولا شكا ولا مستقل وانت عايز استغله في افضل استغلال دولة يوجدوا معي يبقوا ورق معايا قوي على الدكا. وابدأ بالناس اللي هي الصغير اللي تجري وتخبط في الاول وتهمد الناس لما ينزل شكبالة اخر ربع ساعة ولا نص ساعة تبقى الفرقة هتبتدي مطش دول قبل نهائي بولا لعيب عندك كده خبرة يقدر يشتغل مع اللعيب مفيش حاجة اسمها خبرة ولا مبرة ولا إبرة ولا الكلام الفاضي ده أنا ليه دلوقتي اللي بيضغط واللي بيهوه بيروح على الجنو اللي بيعمل مجهود واللي بيعمل جنو الإيجابي واللي هو فالحاجات دي سبها لشيكبالة القبرة بقى في آخر نص ساعة لما ينزلوا الفرقة متعدلة هو بقى امتى حط في الثمنتاشر امتى باصم اللمسة واحدة امتى شط عجون واخد بالك يبقى في الحالة دي انت منزله في التوقيت اللي هو عايز اللعيب الخبرة امتى في بداية المطش عايز اللعيب الجرائي اللي هو واقف على رجله اللي هو عنده صحة اللي عنده بدن ايه اللي هينفز لي وهيكسبني في الاول امتى ونزل شيكبالة بقى يبدأ يعمل النامسات بتاع وانت بتكن برضو مصفة شالة بنفس الوضع نا ومصطفى لان الناس دي رجلها مش في الملعب بقى لهم كان مطش ارجع كده ده من مطش الاولاني بتاع فيوتشر وهم اللي يديمش ومدين يا النهار دا مصطفى يعني ما بينش خالص غصب عنه برضو ما انت حطيته امها بص مصطفى لازم يتحرك لما الباكليفتي يتحرك لما الهافل قدامه يتحرك لما الرأس حربة اللي جنبه يتحرك تبدأ كل دي ترس بيتحرك كله في هاتليه يتحرك ادوار دونجة النهار دا كانت مشايفها ايه لا النهار دا كان سلبي عادي يا الفرقة راحت انت المطش اللي فات بقينا نقول عليه منيك من المباراة ليه في واحدة حط رجله فيها معارضة سليم في اخر المطش لو ما حطش رجله فيها جون في اخر ديئتين تلاتة في الديئة تمانية وتمانين هو اللي راح وكان تسبب في الهدف اللي دخل تمام وبعد كده لما الجون التاني دخل في اخر ست دقيق هو اللي كان حامل حمى في نص الملعب اللي بيقطع واللي بيستلم وبيستلم فكان في ايه انما النهار دا يعني النهار دا ملوش اي بصمات كتيرة زي المطش اللي فات لان المطش عايز ناس اللي هي بتعرف تجرب الكرة بتعرف ترقص بتعرف تباصي بتعرف تدرب الفرقة اللي قدامها بالمانتهم ما فيش الكلام دا بس انت كده كابتن بتحسسني نيازة مالك بدون ناصر مهر خلاص الامور بالنسبة لا يا حبيبي مش بدون ناصر خلاص مش باين انا قلتلك اي معالم ليش يعني انت بتقول لي اللي فرق النهار دا عبدالله السعيد وزيزه وماشي واحمد فتوح قولي الكلام دا بس هل نضاي اثر دا نضايع ثلاثة انفرادات لوحده او عمل قلق في الثمنتاشر اللي وعده صح متياب النهاردة من نجمه المباراة ما يخرجش صح ولا انت ليك رأي تاني عندك بعد كده احمد حمدي مش موجود شكبالة مش موجود مصطفى شلبي مش موجود بس دي غلطة المدرب لاني بدأ بيه واخد بالك فانت عندك محمد شحاتا اللي هو فنش المطش اللي فات بسبب من اسباب الحفاظ على المكسب سواء والنتيجة واحد صفر لما نزل او لما كسبت اتنين واحد طب الراجل ده فين طب زياد كمال ده فين ما تقوليش نواقص بقى ما انا عندي نواقص افريقية ماشي مش هلعبها لغاية اخر مطش طب ما انا استفاد بالناس دي تبتيت ركز فعلا على الناس تاني ابدأ اعمل لعيبة تانية عشان يبقى هنا في لعيبة وهنا في لعيبة انا عن نفسي كمدير فن ابقى محتار لما عندي مطش وكله موجود ده في صالحة كنت طب يسر لما نزل كابتن يعني برضو مالحيش 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 اصلي برضو فرقة عاملة مهما عمل لا شوفنا رقص ولا اقترق ولا عمل الفرصات محاول ناحة اليمين كده في كم كورة ماشي بس برضو كورات كلها لان فيه تكدس في المنطقة التمنتاشر خلاب فقى لو دخل في الفرقة دي جنوا الاتنين كنت هتلاقي فيه مساحات زي الرجل شايف سر دع الفرصة كابتن بالنسبة للزمالك ايه يعني برضو يعني الجزيري مسلا لسه جاي بغلين الراجل يعني والحالة عنده برضو فكرة الفرص بالنسبة له مستمرة الحياة في ضايعها خلي بالك انا برضو مارش الاهلي جزيري جات له الكورتين دول او الكورة الاولانية خلنينا في الجول الاولانية هو ضايع على الفرصة لا هو الاولاني ده مايجيبوش ايه الجول الاولاني ده مايجيبوش ده انفرار ايه ما هو ضاع ضعت في الاول بس غلطت مين غلطته لاني مفروض ان انت يتعملها من فوق شبير وهو طالع يا اما ترقصه على واسع عشان تحلطها. بالضبط. فانت رقصه على داية. وتحمد ربنا ان هي لما جات في ايد شبير جات في كعب رجلك لقيتك قدام. مم. فلما لقيت قدامه امت جاه حطي تفجونه فاضل. بس برضو فكرة السخة انه جات له. النهاردة بضيع. اه. اه. مش عايزه ضيع دي? لا مش عايزه ضيع ما انا بقول لك هو. لا انت عايزه ضيع. لا انا بتكلم على النهاردة. لا سهلا. انت عارف اقول لك على حاجة. هو لاص لما لقى نفسه. مم. 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 فعشان كده اتقطعت المرة الاقلنية. مم. ربنا كرمه ان هي جات في كعب رجله وتحطت قدامه الجم فاضي. مم. طب النهاردة النهاردة. لأ النهاردة بص النهاردة هو عايش لسه في النشوة بتاعة مطش الاهل. مم. بدليل الكورتين اللي الجم. وطلع قابليها ويحطها. تحس كده ان في ايه انا ام حاجة منكسبتوك المطش اللي فات. مم. فمش شرط بقى انا ده ده يعني ده مطش بالنسبة له عادي. دايما بتقولي ان لما الفريب عايز يكسب نزل نزل لراسات حاربة. ايوة. زاوة. النهاردة راجل عمل كده. ما اسمع ما انت نزلت. اه. يعني الناصر منسي نزل النهاردة هو جنب اه سيف. ديع واحدة. معنا دي بقى مش بتاعة. ما انا بقولك عشان بيلحب عشوائية. احنا هنا لو هو الناس دي متمرنا على الكلام ده. هتعرف ان واحد بياخده القريبة واحد بياخده اللي بعديه واحد بياخده البعيدة. شفت الكلام ده? لا دي بقى مشكلة اللي عيبة نفسها يا كابتن. يا با. يا قس انت برضو ما تودنش للمدارب ما انا اكيد المدارب بيدربني. ومش هيخليني برضو في كل تمرينة اقول لهم اقف وشمال ويمين يعني. ده يعني ناس اه. لا يا حبيبي. ناس كبيرة. لا يا ابا. يا ابا. انا كنت باشوف كابتن حسام حسان مسلا بيجري هنا بروحو اخد البعيدة. ما احنا لازم نبص. ماشي. ليه? لان الراجل اللي انت بتقول عليه احسام حسان ده ده اللي بيكبرك ان هو لما بيروح على القريبة انت قالب فيه لازم تروح على البعيدة. طب والاتنين دول الموجودين ولا التلاتة. لا يا حبيبي ده دول اللي بيستنوا الكورة. دول عايزين الكورة تجيلهم عشان يعمل كده او يعمل كده. انما حتت ان هو من يوم حسام حسان بطل. انت شفت حد بيسرق على القريبة. متى طبعا كابتن. عمر زكي. بعدي انا كنت مع كتر حسام كنت بيسرق برضي. لا احنا بدي كالي. بلال على ابرائم. لا فيه لعيب. لا فراو ده كانوا كويسين عكبتن. ما بعد طب وعبد. لا بس حتة القريبة دي. حتة القريبة دي. ممكن اقول لك اعمل كتر حسام. لا فيه طبعا لعيبة لعيبة. قد يزعب منك ليه? لا عشان بقول في حد بعدين بيجي. لا بس انا بقول لك لغاية يمكن متعب. مش انت. اه. انت عندك الجنب كان كويس. اه. واخد بالك ان انت بتسرق وانت ما بتطلع. يعني انا لو ماسكك هقول لفاروق عمر ما يطلع. الفوق كده. كده ابدا. فانت كنت بتعمل السوستة دي. واخد بالك. انما اللي بيسرق كان هو احسام حسن. بعد كده ممكن يكون متعب. اه. واخد بالك. بس مش في كل المطشاط. اه. واخد بالك. بس انت بتتكلم في نوصة تانية التحرك جوت 18. ايوة ده بتاع المدير الفني. لان انا بمرن اللعيب عليك. يا بص يا فاروق النهاردة. ماشي انا فاهم. النهاردة الكرة اللي جات في العرضة دي. اه. لهي اه اللي عارت تتخبط دي. اللي حسام عبد مدينة حطاه وجات في العرضة. ده كلام برضو. استهدنا بس. مين الاولى اللي يبقى موجود ما كان حسان? بس تقريب ان ده كان كرة. حتى لو ضربت مرمة. اه. مين اللي موجود في سيف سيف. سيف او ناصر منسي او سامسون صح? اه. ولا واحد فيه موجود. يبقى ده بتحركوا صح? مش في القلب الجول قصدك. يا عم في دربكة انت وفي ثلاثة فارودة. اه. ولا واحد بالثلاثة موجود. اللي بيعملها هو حسام عبد مجيد. انا عشان بقول لك برضو دي كانت اه دربة روكنية. يا عم دربة روكنية ضربة هباب المشكلة كلها. ما سيف كان موجود في الجول التاني بتاع الاهلي. في المكان الصحة. يا عم انا ما ليش دعوة خلاص انسى ما انسى الاهلي. ما ليش دعوة بالاهلي. اه. يعني اقول لك بقى هطلب مصطفى الشبيرة عشان يجيب يجوان. انت زعل الناس منتنا ليه? اه. لا. فانا بقول لك دلوقتي انت في كرة زي دي. اه. من الاولى اللي هو يحطها. بتوجد في المكان المناسب قصد. الراس حربة ولا المساك. تمام. ولا واحد ولا هم تلاتة. ولا واحد منهم في 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 الكدر. في الجول. اه. لان هو هتبقى حصيته احسن من حسام عبد يد. اه. هيلتوش احسن من حسام عبد يد لانه دي حيتته. اه. فانت في في الكرة دي وفي الكرة اللي بعدها نضاي اللي بيعملها. ومر حسام عبد يد اللي بعملها. ومرا الزنار اللي بعملها. وفي البداكة نضاي في دماغه. واخد بالك. واقع ومرا دونجة اللي بيعملها. طب في ال تلاتة ما بتلاقهمش. اه. فانا بقول لك ان التحرك هنا ده مسئولية المدير fulfنى لما انا مثلا اجي وعمل لهم تاكتك ان انا مسلا هلعب فرقة زي دي معقول ما تعملش قبل الماتشب وغلوتك ما تعمل لو اتفاجئ ولعب الناس دي كده وغلوتك زي ما بقوله بدليل ان انت لما غيرت مفيش حد منهم رح نحيك الليفت يعني سامسون كان تحت الجزيرة وتحت نصر من الصح عمل ايه رأيك في سامسون طب في الفترة دي اللي انزله ما كانش واحد بس الكرة مش على الارض الكرة كان دايما مش علاقة عندما انت عايز تبص على سامسون ده طب معامل كرتين في العرضة واخد بالك فانت بس عايز ان هو يمسك ويلعب وتلعبه هو فكره اعلم الناس دي كلها انما اللي هو التعليد ده والكلام ده ده بتاع ناصر منسي ده بتاع الجزيرة ده بتاع مش عارف مودست بتاعكم واخد بالك انما اللي على الارض ده لا ده ده يتولى سامسون ويجيت فيه ويبقى متقلق فيه بس انت في الفترة دي كلها بدأت تتعلق الكرة فعشان كده ما كانش له اي تواجد انت الكرتين اللي احنا بنقول عليهم لما حطهم وبدأ ينقل جلوب تاع فعمل خطورة طب الكلام ده بقى لما ليه من اول المطش ما بدأتش به ما كان احمد حمدي ولعبته راس حربة مخفي وانت ماس الكرة ومعاكش كبالة ومعاكش بصطفة شلبي هيسهل على الناس دي وهو الناس دي هتسهل عليه انما لما انت نزل هو بدأت تتشعلق الكرة كمانت طالب منه ايه ومهو قد كده ومتيبه قد كده طيب خليني بس عشان برضو المطش اللي جاي يعني المطش مهم وبالتالي ما تعرفش مين اللي هيرجع من المصابين فبرضو هتكلم على النقطة دي الكتب هتطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا عن ناتذة مالك ومباراته القادمة الحقيقة المباراة مهمة بالنسبة له وان كان طبعا الوضع بالنسبة لفريق دريمز هيبقى مختلف عملية التكتل اللي احنا شفناه النهاردة اكيد هتبقى مختلفة في غانا ويكون هو اللي عايز يحرز الاهداف نطلع لفاصل ونكمل مع كابتا رجع عبد العادل واصل مصطفى شبير حارس مرمى الاهلي حفاظه على نظافة شباكو للمباراة السادسة على التوالي في دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل السلبي مع مازينب الكنغولي في زهاب دوري الأبطال ليواصل أرقامه المميزة في عرين القلع الحمراء لم يدخل في مرمى مصطفى شبير أي هدف على مدار 600 دي يتلعب باحتساب الوقت بدل الضائع منها أربع مباريات خارج الأرض مع العلم أنه بيعوض غياب الحارس الأساسي محمد الشناوي وفرض الأهلي التعادل على مضيفه مازينبي في المباراة لجمعتهم مساء السبت في زهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024 وحرص شبير مرمى الأهلي في ثلاث مباريات لفريقه بدور المجموعات أمام شباب بولوزداد الجزائري بالجولة الرابعة وانتهت بالتعادل السلبي ثم أمام مديام الغاني بالجولة الخمسة وانتهت بفوز الأهلي 1-0 وأمام ينجى أفريكانز التنزاني بالجولة السادسة وانتهت بفوز الأهلي 2-0 وواصل شبير التقلق بعد ما حافظ على نظافة شباك فريقه في مباراتي سيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا فانتهت مباراة الزهاب بفوز الأهلي 1-0 ثم الفوز في مباراة العودة بنتيجة 2-0 قبل ما يحافظ على نظافة شباك فريقه في زهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل السلبي مع مازينبي الكنغولي ونجح شبير خلال 6 مباريات في التصدي لـ 3 أهداف محققة في مباراة مازينبي ليحافظ على نظافة شباكه كمان تفوق على محمد الشنوي اللي لعب 5 مباريات بالنسخة الحالية واستقبل هدف في مباراة ينجى أفريكانز وعلى مدار 6 مباريات بشباك نظيفة تمكن شبير من التصدي لـ 27 محاولة على مرمى الأهلي وكانت أفضل مبارياته في زهاب ربع نهائي دوري الأبطال أمام سيمبا بعد ما تصدى لـ 7 فرص من جانب بطل تنزانيا طيب رجعنا مع حضراتكم تاني كابتر دا عبد العالمي كامل معنا كابتر دا خارينا نقول للموتش اللي جاي سهل أو صعب؟ لمين؟ الزمالك يا أنا أكيد ناس هتكلم على الأهلي يعني هو صعب لو فتى في التشكيل لأن انت دلوقتي مفروض انت كإمكانيات لعبتي الزمالك أيًا كان حتى لو لعب محمد عاطف لعب مهابي ياسر لعب آآ هو احنا في انتظار في بعض اللاعبين لو خفوا ويرجعوا وخلي بالك لا سيبك من المصابين أنا بكلمك على اللهم نفس التشكيلة دي؟ لأ ما هو برضو بالنفس التشكيلة دي في الماتش زي دا انت محتاجه لأ الماتش صعب مع انت النهاردة كنت عامل فيها عن طر بن شداد ولعبت شكبالة ومصطفى شلبي واحمد حمدي وسيف الجزيري صح؟ مش عشان هو اللي عندك اكتبت فيها؟ لا مش اللي عندي أنا كان عندي مفروض ان انا ألعب مدأش زي ما قلتلك بشكبالة ومصطفى شلبي لهو دا عدل ربنا خلي بالك انت ممكن برضو عشان هو ما عدلش فربنا وقفة معاه الكرة بتقبت في العرض هنا وبتعدي من جنب القائم وبتعدي من جنب القائم من هنا مرتين ثلاثة وكرة مش عايزة تخش بقى فيها حاجة مش كويسة لان انت ظلمت حد واخد بالك على حساب حد فساعات الكرة بتقف كده اه هو انت النهاردة لما تكون على قط الجول مرتين ثلاثة وكرة مش عايزة تخش حي يبقى اكيد في حاجة بقى برى الكرة كمان فانت اكيد ظلم حد كمفروض يلعب فحط مثلا مكانه شكبالة حط مكانه ومصطفى شلبي حط مكانه احمد حمدي واخد بالك فانا انا بكلمك بمنتهى الامانة لا المطش اللي جاي لو لعد نفس التشكيل ده بس يدخل الزناري جوه لعب عمر جابر لو رجع او ما رجعش عنه وما تلعبش سيد نمار لعب اللي رجليه في الملعب اللي هو المسلوسي والناحية التانية آآ نضاي تعالى في نص الملعب العب بزياد كمال ومحمد شحاتة والراجل دونجا ما لعبش المطش اللي جاي ليه يا خبت يعني في مطش بره ارضك ايوه فريق اي هاجمك ما تلعبش دونجا انت عايز الناس اللي بتنقض وتروح وبتضغط والكلام ده وعايز شباب حط زياد كمال ومحمد شحاتة وقدامهم سامسون وقدامهم سيف الجزيري اه كت انت كده خلصت على رص الملعب انا اللي بخلص على نص الملعب اه ليه عشان دوجا ما بلعبش اه طبعا يا عم انا بتكلمك على المطش ده اولا الملعب وحش اه 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 في المطش ازي ده هتهاجم كم في المية هتهاجم الفرق اللي قدامك هتهاجمك كم في المية بنسبة كم اللي انا شفته النهاردة اه مش هتعدل تلاتين في المية اه مش هتهاجمك تلاتين في المية هتهاجم عشوات مش هتروح عليك اه حتى لو رحت علي انا مقمن بالناس دي مالاش يعني انت لما هتلعب بحسام عبد مجيد والزناري وعندك اه المسلوسي وعندك نضاي وعندك اتنين في القلب محمد شحاتة دولت اللي هم هيبقوا المطور بتاع الفرق وزياد كمال وعندك كمان لو انت عايس لعب اه سامسون قدامهم واخد بالك اه ايوة ماشي ولا انا بسمعك انا بسمعك وتلعب متيبة ناحية اليمين اه والجزيرة قدام كده كم واحد لا كده ناص لعيب اه كده ناص لعيب انت بتتكلم احنا هنشوف بقى مين اللي ناحية الليفت اللي يلعب قدامنا ضايب اه لو رجع فتوح لو رجع فتوح لا مصطفى شلبي عايز هنا اه لو رجع فتوح تلعب فتوح وطلع قدام نضاي اه اه بس انت عايز ما يخشش فيك جول ممكن اجيب جول اهلا وسهلا يعني انت اهمك في المطش اللي هناك انك ما يجيش فيك جول بس ما انت لو جيجب فيك جول خلاص انت اه لا ماش اوكي بس انت لو خطفت جول في الاول الموضوع طب ما دولة تخطف فيهم ما انت عندك او الجزيرة ده مش راس حربة اه اه متيبة ده مش لعيبة شفنا المطش اللي فات والمطش بتاع النهاردة وما يخرجش طلع الناس اللي ما كانتش فايقة وانا بقول لك او لو فتوح رجع او عمر جابر يلعب ناحية الليفت قدامه نضاي بس خلاص القصة اتحلت دزيزه لو رجع ينزل الشيط التاني ما يبتديش ما يبتدي ازاي يا زي الناس دزيزه ايوة لعب كبير خبت ان لعيبة شاسي ماشي ما اختلفتش معاك يا زي الناردة اما تيجي تقوللي مصطفى شبير ولا الشناوي لما يرجع لا قولك مصطفى شبير الفنين يقولك الشناوي طبعا لا لا ده ده دولة اللي بيخافوا دولة اللي هم هو دلوقتي مين اللي هو الفضل بعد ربنا ان انت توصل تلعب على ان ان شاء الله تتوصل النهائي مين مصطفى شبير ولا الشناوي هو لعب عشان زروح يد ياخد كويس جدا لا 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 ياخد كمان ياخد ممم ما نرجعش بقى واحد لسه جاي من اصابة جامدة ولسه ما نعرفش الدنيا اخبره ايه والمرونة ورشاة هو اكيد برضو الشناوي مش هياخد ويلعب بالمطشق على طب مجرد ان هو يلعب بربنا بياخد وربنا بياخد والتقالاء معلوم هلعب بيلعب سواء في الاهلي او في المنتخب انا بكلمك على عدل ربنا مين دلوقتي اللي موصلك للفترة اللي انت فيها دلوقتي بس هناك مراكز يا كابتل ما ينفعش انك تقول ما تسيبك بقى من الاوانطة دي والنبي ما تسيبك من الاوانطة دي ما كانت شابوتريكة بطل وخطيب بطل وحزن شحطة بطل وفاروق وعفر بطل طالما ان انت بقى تعمل بقى تقديس وإله ومقام للراجل يبقى انت بقى ما تطلعش حد ما تطلعش حد بقى اه واحنا مش بنقول احلال وتجديد احلال وتجديد وخطيب مش بطل الكرة وقفت نا احسن لعيب كرة جيه في تاريخ كرة ببصر نا صحيح وقفت نا وبياخد بطولاته وهو مش موجود وهو مصاب صح ولا غلط مظبوط فلو كنا هنمشي بالراء المنطق بتاعك ده يبقى خلاص بقى نا هو مش منطقي انا بقولك ده ممكن يحصل ده من الاسم لان في فنيين يقولك ايه مين الفنيين دول مركز حراس المرمى ده شكل تاني حارس مصر الاول هو الشتناوي ده انا جاب بقى شكل تاني اه لما يرجع من اصابة يا لعب يا عم لا اه مفيش الكلام ده انا دلوقتي طب انت تظلم ليه موئبه يعني هي اللي شايلك امم وانت دلوقتي لو جيت وجيش شتناوي طب مهو ليه شوبيل مسلًا مابرده في ناس تجي تقولك هما الاتنين صراحة يعني كويسين جد ليه المسل شوبيل ملعبش في المعال منتخب من وجهة نظر كات حسام ملعبوش ليه. خير. عشان اعرية ولا من ايه. لأ خب من الناس. اه. بالذات الناس اللي هي. اه اللي هم يقول تانية هتقولك ايش معنى ده للعب. مع ان انا شايف ان انت اخدت اربعة كنت كل مطش كل شوت تدي الواحد. ده طبيعي. يا اما كنت ساعتها ضميت اتنين. اتنين بس. اضم اتنين. اتخب مصر برجا. ضم اربعة. ليه بلا اربعة? اي ان كان هو لعب بابو جابل بس. ليه? طبعا احنا بنقول لابو جابل ربنا يشفيه وكان مستنى. الاسلام علي طبعا. مستنى الاشاء عن امبارع عشان يشوف اذا كان قطع ولا ان شاء الله مش قطع. فيارب ان شاء الله وكمفروض يكلمني امبارع عشان اتطمن عليه ولكن ما تعرفش نسي بقى الله يكون فهونه يعني. ربنا يشفيه ويعفيه. كمل لي. ايه? كمل لي. طيب انت انت ابو جابل خد المطشي الاولاني. اه. وانا ضامم اه المهدي سليمان وضامم اه محمد عواد. وضامم شو هي. اه. ما اديتش ليه اي حد المطشي التاني. عشان هو كان خايف عايز ياخده البطولة. اه قصة. فقال لك اللي انا اكسبت. اللي انا اكسبت. بدليل ان انت محمد حمد مش هيلعب معاك. وانت اديته المطشي. دي قصة تاني هقول لك بقى. ايه قل. لان كابتن حسام وضح لنا اللي. قل لي. هو قال لك ان فتوح. ما ليش دعو فتوح. انسى فتوح. هو مضحور. محمد حمد. محمد شكري. بس انا بس محمد حمد شكري بقى ربنا يشفيه رب. لأ ما كان لسه ما كانتش اهو. محمد حمدي هو مش هيلعب. صح انت قصدك محمد حمدي ها? اه. قال لك الفرق مبين مطش. فوركينا فاسو. وغينة بساو اقل من تمنت ايام. مشي. فانا بالتالي اللعيب الاساسي بتاعي مين اصلا? مين? ده مش مين انا مالي. قول له هو. بس انا. محمد حمدي. على اساس كلامك برضو. لا لا مش كلامي. ده كده بيتحك عليك انت ويتحك على الناس اللي قاعدة. لا لا هيتحك علينا. اسمع بس الكلام. هوانيون الاهم. ها? غين يا بساو ولا اللي هلعبه الاول بوركينا. مش. مين الاهم? بس برضو ان انت بتدي اللعي بقى ده. ده التحليل بتاعي. انت عشان قاعد معاه وتصحرته ولا فطرته. لا لا لا. بقى تيت 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 تيت. ما ينفعش. لا لا لا. احنا بتتكلم عادل ربنا. منطق بس انا بس. منطق ايه? ده منطق مزور المنطق بتاعك ده. ايه ده بس. ايه ده بس. ايه ده بس. انا بكلمك دلوقتي. انت عندك غينية بتسوي الاول ولا بوركينا الاول? بوركينا. طب اخلف من بوركينا اللي هي بتنفسني. غينية مش هتنفسني. يبقى انا لعب الراجل ده عشان انا شوفه. ايه يا عم فاروق في ايه? اصلا قاعد معانا وبيقول وجهة نظر غالط طبعا. ده انا بتتكلم بنتناخش الكلام اللي انت بتسأله ده. وجهة. بنسأل. وجهة. ده لو كده يبقى عليه العوض. يبقى عليه العوض. انا بكلمك بجد. اه. هو انت تقول لي اصلا انا بتفكر في مطش غينية بساو قابل مطش بوركينا فاسه. ده اندي منطق. هو مش عايزه يبعد برضو. ما يرد ولا ما يبعدش انا مالي. ما يبعدش عنا. طب ما ناخد ما فيه واحد اصلا ده لعيب منتخبات. طب قول لي هيحلها ازاي بقى. قلعب محمد شوكري يا حبيبي. قول لي بقى مع محمد شوكري خلاص بقى يحلها ازاي في المطش الجاي. انا بكلمك على ايامية. طيب. ما تلفش والدور وتقول لي محمد شوكري. دلوقتي ما فيش قدامه غير. اه. احمد تطوح وياخده ويجهزه. حتى لو هو مش جايز ياخده ويجهزه. اه. لوحده. لا مش لوحده يعني ساعة المعسكر ياخده. هو كان ياخده. كان ياخده الفترة اللي هو كان خد فيها العشر ايام اللي هو جهز فيها اللعيبة اللي ما عملتش فيها حاجة. لان اللعيبة بتاعت المنتخبات كلها جاية او الاهل او الزمالي الجايين جايزين. هو عمال يديهم بدني. بدني ايه ده ترشانين بدني. ده بيرجعهم من البدني. مفيش وقت اصلا كبتا اصلا عشان يدي بدني. هو الفكرة الجزء اللي هو حتى فيه فكرة عايز. مش عمل تاكتيك. اه. شفت انت تاكتيك واحد في المطشين. لا انت دي اتجاوب انا. انا ما شفتش. ما اتجاوبني. والله ما شفت. دي احنا مضغوطين المطشين. مم. نيوزيلاندا دي اللي هي التصنافة مئة وثلاثة. لا فريق وايس. انا شفت فريق وايس. طب ما مئة وثلاثة وانت ستة وثلاثين. هي للطماء. ما انا بقى واخدهم عشرة ايام. مم. ابين كرامة بقى. ابين بصمة. اقول دي بقى بصمة حسام حسن اللي احنا ما بنشوفهاك في المنطقة. طيب. هاسألك سؤالتين. ماشي. هو لول عذر اني لسه بدري والكلام ده. بس انت. خدت عشرة ايام. مم. ولغيت ساعتها الدوري. مم. صح? مش لغى اسبوع من الدوري. اه. صح? تمام. طيب. يبقى انت لما فانني تجي. ونشوف حاجة نقول والله بعد كده. زي ما انا ايه? ما قلت اني ممكن الدوري. فحالة ما الاهلي يخسر ويخسر تاني من بيراميڈز. ولقدرها كان بس ماردستش افسر. ان احنا لو لو قدر الله خسرنا من بوركينا. بعد شرا. لو قدر الله. فانت ممكن بعد كده الان هو رمها في معاك ومع كل الدنيا لما قالك انا كان كابتن جواري عنده حق ان كان يلغي الدوري في فترة حصل. بس دا زمن وده زمن ما هو هو رمل دي فانا خايف ان دي لا قدر الله ترى ابو بس كابتل حسين في ان الاسبوع ما قبل بوركينة فاسه ولا هو يعني يعني انتظر راتك العديدية ده حديث منه تأجل الاسبوع ده لا 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 ما قلش غدا ما اتعاد لا اجل عادي ما عنديش مشكلة اجل اسبوعين ما عنديش مشكلة انا بكلمك على لو لا قدر الله ان حصل حاجة في ماتش بوركينة وانت هتلعب بعدها انت بتقول باسبوع او بثمان تيام ماتش غينيا فممكن في الحالة دي يقول لك لا انا الغي الدوري عشان ان انا اوصل بالمنتقى بها اكسب بقى غينيا وبعد كده اعمل معسكر طويل عشان اللعيبة وعشان فلغول الدوري هو ده كان المقصود اللي الناس سلعة تهري اللي الناس سلعة مش فهمة حاجة وبتقول اي كلام اصل الكابت الرضا بيقول عشان لو الاهل لا الاهلي انا بقول لو الاهلي الدوري خسر ماتش ده اللي وكان بتعزى مالك وخسره والبيرامز مع الاهم خسارة منتقى مصري لقدر الله من بركينا ممكن الدوري يتلاقي صح والله بالله ايه اللي السبب من الغيان عشان ان انت بقى تركز في مطشاط اللي هي بعد كده اللي هي تفصلك كسا الموضوع اكبر من كده كتن ده في حقوق وفي شركات لا في الحالة دي في الحالة دي انت هتقول مصري اهم من اي حاجة من دوري وكاس واي حاجة عشان مصري اهم وشكلنا اهم طيب ماشي مع انت بقى في الحال وشكلنا اهم لازم الدوري يكملوا ودين تمشي وعادي الامور يعني بادمك ده اه ده الطبيعي ده الطبيعي وفي كل دول العالم يعني انت مسلا يوم الكبتن جوار الله رحمه لغى الدوري هنا اه لغى الدوري هنا كان فرقة كان سايتها في كاس عالم عاليش يا كابتنان هو إذا هون لغى الدوري عشان احنا ما كناش اصلا على الخريطة اصلا انت وصل كاس عالم في يوم الايان لا انت وصلت إلا ابرم يولك انتуют فا انت اللي عملته من تروحت وحيد زي ما روحت في والفين وедьمانتاشر و جيت اسمعني بس عشان ايه نتكلم احنا كنا ساعتها مغيبين شوية او ما نعرفش حاجة فاحنا كانت بالنسبة لنا وكان ساعتها 14 فرقة وعادي وفرحة ولا كان في افريقيا زي كده ولا في سوبة زي كده تفاهمني فماشي الغي الدوري انت عندك ساعتها كان كام فرقة في كاس العلم واصلين من العلم كله لا العلم كله كان كام فرقة بيلعبوا في كاس العلم ومصر كان من ضمنهم 24 فرقة باي صح في بلد لغة الدوري عم ده اللي احنا مفيش فده كان اسلوب انفراضي لحاجة معينة في دماغ الكابتن جواب بس انما مش عشان تروح لا بس هو عشان احنا اللعيب المصري يا عم والله العزي الاسمع ده كان معاك عبقرة كان معاك عبقرة في الملعب ده انت كان معاك تغربه الزيت وجمال عب حميد وحسام حسن وابراهيم حسن وشبير وهاني رامزي وكده مما مما اده الكابتن حسين انه بقى في الوقت اللي احنا بنقول مفيش زي الجيل اللي انت بتتكلم لا يا حبيبي ما كل وقت ولو ادان ما انت دلوقتي اه 24 فريع فيك مميش انت دلوقتي مع اللعيبة دي اللي بتجيب لك افريقيا في النادي الاهلي صح تمام مش اللعيبة دي هو اللي بيختار منها طيب سؤال الاهلي او الزمالي افريقيا قوية ولا مش قوية بغض النظر لا لا مش قوية طبعا طيب مش زي السنين ما هو زي مش زي المنتخبات لا نفس انتوا بتكلموا دلوقتي كل بقى اللي يطلع بقى يوم جاي حافز كلمتين يقول لك ايه والله الله يكون فعوني كابتن حسين اصلي ما عندوش لعيبة هو انا لعيبة الاهلي دي ايه ولاعيبة الزمالي ما هي القرى اللي موجودة دلوقتي دي لو ما برمقتش نفسي نفسي على اللعيبة دي يبقى مشي ما هو ده المنتج اللي موجود شي كابتن انا جاي في الظروف دي اكيد هتأقلم وهمش زي ما انت بتقول بس انا برضو الظروف بتساعدني حوالي صعبة جدا كله دلوقتي كله فرد ايديله كله فرد ايديله لا 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 احنا عايزين مصر احنا عايزين مصر طب ما انا بقول لك فردين هو دلوقتي فكابتن حسين اول مدير فاني المنتخب مصر اسمع بس فلازم نساعده طب ما انت اهو انت او ما قلت اجل الاسبوع اللي هو كان قابل البرونتولة ده الوامجة دي واخد دلك اه اتأجل ولا ما تأجلش اتأجل حد عارض لا يبقى ايزا انه كله مستعد ان يعمل اي حاجة عشان حسين حسين ينجح مش انت بقى ما تطلعش وتقول اصلنا اللعيبة اللي موجودة مش هي القماشة طيب هجيب منين تاني الخطيب هجيب منين نابدريكا هجيب منين حسين حسين اللي موجود مش هي اللعيبة دي اسمعني بس مش هي اللعيبة دي اللي هي في النادي الاهلي اللي هي هتاخد بطولة افريقيا والزمالك لو ربنا قرر اللعيبة دي حسين حسين بيشوفها كل يوم انا مال يوم بيتطرج علي ايه لا بيشوفها كل يوم معا معا ايه هيديهم ايه هيديهم ايه هيديهم التاكتك في ببروناتو يقولهم ارضاه بقى كل واحد يحفظ او يقوي نفسه بالمنتج اللي انا عام ايه عام فيه انتقبص بان منتغالات Fernando لا اسمع فك RIGHT فكvad انا دلوقتي عندي انا دلوقتي بقر اولا اللعيب بيجي لي جاهز من النادي يعني انت عشان كده اللعيب دي بيجي لك جاهز من النادي رأيك فيه انت انت رأيك في ايه في اللعيفة الدور المحلي طيب اتا قول لي رأيك الكناب شخصيا بتيجي تقول في لعيبة هو ده المس guلاثان في لعيبة في لعيبة غير اللعيبة دي في الدور المحلي. مفيش. طيب. انت بقى ايسى على كده. تونس. المغرب. لا لا. ايه بقى ده المغرب? معلش لا. المغرب ده زي. ممكن تونس اقول لك قريبة مننا. المغرب زيك. وتونس زيك. اسمع بس والجزارة. ما كلهم محترفين يا كابتن. يا عم اسمع. المغرب كلهم محترفين. تبع ناكش جيل خمسة بس. يابا ماشي. ماشي. انا حتى محترفين ده هو. تونس اقول لك ماشي. حتى لو محترفين اسمع. تونس نفس المشكلة عند زي حتى لو محترفين عايزين مدرب. المدرب اللي معهم ده مع كل الاحترام يعني. ده برضو صاحب لقطة والكلام ده ويقعد في المطشط بتاعت افريقيا والمش عارف ايه. وملعب الصلاة تلاقيه فيه عشان امل يعني. تبقى ده لك. انما هم عندهم لعيبة كويسة. ولو معاهم مدير فني قوي. وفني قوي. هتقول لي ما اخده الرابع دي تفرق. لا بس برضو يبعد المغرب لان دول كلهم محترفين. يا ابني المغرب كانت مفروب تقوم بطولة الامم وانت مغمل. ماشي. ماشي ايه. ماشي. احاسبك ازاي اني ماشي. كان عندهم لأ. عندهم اتزغل. كان عندهم بعض من الغروب شوية في اللي في البطولة دي. انا بقول. ليه? عشان العملو فيك اسحة. عشان المدير الفني بتاعهم اصلا بتاع لقطة. ما ده همش حاجة. مع ان هم اسماء اقوى من الاسماء اللي عندك والاسماء. بالنسبة الاحتراف. تمام. معانا طبعا صلاح ده في حتة تانية. ماشي. ده يقوش. ده الولد اللي بيقوش. تمام. معانا بقى. معانا فيه? معانا في المنتخة. طب قول بقى لكابتن ابراهيم والكابتن حسامي يشغالوا بمخهم كده وربنا اهديهم. ويعرفوا ان مفيش عند. وان ما مصرف اقوى الجميع. وانتو لو كلمتوا معا كويس الرجل مش هي. مفيش مشكلة كابتن. بس? هطلع على الفاصل وهارجع عليك تاني. اطلع. بس نرجع على الاهلي بقى. عشان اهلا ما اتكلمنا شو. اه ميش? نيش. نطلع الفاصل ونكمل مع كابتن رد. كاملين مع حضراتكم كابتن رده يعني الاهلي مبارح هي والتعادل السلب سفر سفر. ان كان طبعا هو تعادل نشوفه هايل لانك بتلعب مازمبي في مازمبي. وبتخلي الاهلي كمان يحط رجله في المبارانة هي بالنتيجة دي برا الارض. ولكن كان قادر الاهلي حقيقة ان هو بالفرص اللي ضاعت دي ويكساب كابتن. اه طبعا. رأيك رأيك حقيقة في جمي في كولر بقى. يعني خلصنا الجميز نخش على كولر. انت قلتلي ان الاتنين كانوا يعني ما قدروش المباراة بشكل جيد. انا شايف انه كولر حقيقة قدر ان هو يعدي مباراة صعبة جدا جدا في مشواره للنهائي. هو هو المباراة صعبة لتلات اسباب. السبب الاولاني ان الملعب مش هديك افضلية في حتة الاستحواز والتحرك والاجابية. ماتشاة افريقية اصدقى كابتن. لا ده غير كده ان هو ترتان. يعني انت مسلا في المطش اللي جاي ده اللي هو بتاعناد الزمالك. حتة نجيلة وحتة لا. حتة نجيلة وحتة لا. فده ملعب اللي هو ايه التراب والنجيلة. فده هيبقى صعب شوية في حتة الاستحواز او انك تلعب عليه كورة اصلا. فبتاع القالي ده عشان تلعب عليه اللي هو الترتان ده لازم تكون متعود عليه. ليه? لان هو بيترش. قبل المطش. فالكرة بتبقى سريعة قوي. تمام. في الباص في التحرك في الشوت في التلام ده. فالكرة بتبقى اسرع. فانت لازم بتبقى تتمرن عليه مرتين ثلاثة اربعة. بحيث ان انت يبقى الحسية موجودة. فانت طبعا مفيش وقت ان انت كنت تتمرن. انت خلصت مطش الزمالك. راح بيار ثلاث ايام بالزبط للأهل. اه. وقمت جاي مسافر وروحت. اتمرنت تمرينة والتانية خفيفة فما تنحقش تاخد احساس المطش. وقت بالك. فدي رقم واحد. رقم اتنين طبعا الجو. وانت عارف هناك الرطوبة والدرجة الحرارة بتبقى عاملة ازاي. رقم ثلاثة التوقيت اللي تلعب في المطش. الساعة ثلاثة دي محدش بيلعب هنا في مصر. الساعة بيلعبوك الساعة ثلاثة. انت كان عندك مطش قريب قوي. وكان مفروض الساعة ثلاثة لابقوش ساعة ستة باي. للنادي الاهل. صحيح. هو المطشين اللي هم فيهم قلق عشان عارفين ان النادي الاهلي بيتعب وبيزق. وانت في السوبر اه في الدور السوبر. اللي هو ايه. اللي تأجل الستة. معرفش بس انت انت الساعة ثلاثة دي بتبقى مشكلة. لا انا بكلمك على دور الابطال ده. في دور الابطال. اه ده في رمضان. في الاهلي لاعب. فكان هيلعبو الساعة ثلاثة. اللي هو كان اا مديامة بين. مديامة. فعلا. ميديامة كنتم هو مميديامة. بس انما اصدقون زو اصدقون زو اصدقون الثاعة ثلاثة. وهيصر. وطبعا اصدقون. وهيصر دحقه. وهيصر لو لعب مبارنة. وهدي حاجة من ضمن الحاجات اللي انا اعرفت بيها. ان انت مسلا حاجة من ضمن الحاجات بلية ما تخلقش تتفوق علي. اعملها ولا ما اعملهاش. وانت لما تلعب الساعة ستة ولا ما تلعب الساعة تلاتة ولا ما تلعب الساعة تسعة او سبعة او ستة. بالنسبة الاهلي بالليل افضل طب. طبيعة الجو. درجة الحرارة بتنزل شوية. الرطوبة بتنزل شوية. بتعرف تاخد نفسك. صح? عندما الساعة تلاتة دي ده انت بتاخد نفس بتبقى عايز تركب لك اه استوانة اكسجين. لا هما هما بينتازوا هذي فرصة الصراحة. فدولت تلات حاجات. فانت انا شايف ان المبارح التعادل بالنسبة للداد الاهلي بطعم المكسر. بطعم المكسر. ليه? لان انت لو كنت استقبلت هدف انك كنت هتستقبل التالي. بصيرك ايه بقى ان هو ملعبش بمودست اخير انا كنت. لا ده ده ارصى. عصر ما تقنعنيش ان هو قامل الصبح من النوم وقال لك انا مش هلعب والله لو ما حد تكلم. هقول لك على حاجة. طب انت امبارح شفت اكرم توفيق. اه. وهو ما بلعبوش نهائي. وشاله من حساباته نهائي. حتى لو هو كان مثلا هيحط احتياطي كان هيلعب مين? كريم ليه بدل اللعب ومطش الاهلي. بص. بس كان غير موفق. فبالتالي الطبيعي ان انا. ما عندوش الكلام ده. طب ما مودس من يوم ما اجي لغاية النهاردة مش موفق. بص يا فاروق. انا مش عايزكم تبرروا للراجل حاجات. بص انت. احنا بنفكر ممكن بتفكير الراجل شوية. احنا مش عارفين ايه اللي بيحصل. لا انا عارف. سبب التعادل ده. اه. زيارة الكابتن محمود الخطيب. اه طبعا. اه. والارسة اللي هو اخدها. لعيبة لازم تلعب عشان نشوفها عشان تمشي ولا تقعد. هو انت دلوقتي في مطش الزمالك. ايا بس اه. ما تفوق في فلوس كتير يا كابتن. ودي غلطتي. يعني مفروض ان يفضل يلعب. غلطة الكابتن محمود الخطيب ولا غلطته. ما ماشي. يفضل يلعب لو احنا بس هم بنقول ايه. زي وسامة ابو عالي هيجي. جاي. اه جاي من. عنده الرغبة. اه. بيديك يا راجل ده وسامة ابو عالي مبارح ما اخرجش. ده كله كرة في الهوى بتاعته. اه. قويس. مودس. لا في الاول. بس كرة في الاول بس دي. لا معلش معصي هو اتفاجئ بيها. هو اتفاجئ بيها وبعدين هو مش جاي كده يا فاروق انه ما هيحطها كده. ده هو جاي كده فالقاها كده فحطها في القطة اللي هو قدامه. اه. انما هو لو جاي كده هيحطها جون مستريحة زي الجون النور ده بتاع برشلونة الكورنر. اه. هو الجون حطها ليه. ان هو جاي. وعدت الجون. موجه ليها. اه. فوجهها في الجون. اه. فهو ده غصب عنه. وبعدين ما تعضلوش امال بقى مودس تدل اللي هو اصلا لا بيضيع ولا بيجيب. نعمل في ايه. بس بيعمل اسستات حلوة. فين. اسست. فين. يعني انت جايبه. جايبه. بمئة مليون جنيه عشان تقول لي عمل اسستين. واحدة المش عارف مين واحدة المين. بس هو ده. هتقول لي ده اجاب جنف امبي وربنا كتطلع بره والراجل بتاع امبي هو اللي منه لله ام جاي. زبط هالو. ده منه لله بس كده. عشان ان هو هو اللي حياة. هو في الحياة كان متوقع باللعيب بيلعب في دور. والله ما لعب مركز شباب. بس. والله ما لعب مركز شباب. مليش دعو بقى كان بيلعب فين وجاي من المهم دلوقتي حالته. ان شاء لعب تاني انا. هم على الله بقى يعني بس انا بقولك الارثة بتاعت الكابت المحمود القطيل. هتشوف الفترة اللي جاية محمود متولي. هتشوف اكرم توفيق. هتشوف كريم فؤاد. اللي معرفش ده ما بيلعبش ليه. هو بيحبه كمان. يعني هو راجل بيحب لعب كريم فؤاد. طب ما بيلعبوش ليه. ما دي برضو حاجة. انت 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 دلوقتي مسلا في مطش الالي اللي فات ده. الالي والزمالك مش انبارح سيبك من انبارح. ده ماتش بره واي حد يلعب انا بكلمك عماتش الالي والزمالك. يبدأ بكريم فؤاد ولا محمد هاني المرهق. مين اللي وقف على رجله. وبعدين ده كريم فؤاد. بس بره كتير برضو كريم فؤاد. ماشي بس ده عايز يزبط وكل ما ينزل يجيب لجون انت بتخفيه. يجيب جون انت بتخفيه. صحيح بيلعب بيلعب بيبقى كويس حقيقة. ايوة هو عايز ماتشات. يدوله ماتشات هيلعب منتخب مصر. ما دي بقى النوعية اللي الكابتن حسان بيحبها. طيب ما تحوليش على الكابتن حسان. خليني بس. لا ما انا بقولك ايه يعني ده ده من ضمن الناس اللي هي بتقاتل. اه. فدي الحاجات اللي. لو اللعب يخش منتخب قصدك. انا بقولك او الله لو لعب. طيب تفسيرك بايه بما انك كنت بتقول ان في يعني مشكلة ما بين بس تاو كولر ان شاركه في الشوت التين. طب ما اتقرص ما ده ده اللي هو اصر ان هو يروح ويسافر مع انت الماطشين اللي فاته مجرمش. ايه سوك المحتاج وفي ماطش زي ده. مين المحتاج. هو كولر. والله العظيم لولا كابتن محمود الخطيب ولا كنت هتشوفه ولا. انا مع راشي جبت المعلوم ان كابت الخطيب قاله لازم تلعب. يبنسمع الكلام. لازم تلعب ده وده وده. دولة لازم يبقوا موجودين. ما يعملش المدرب ان هو يلعب اه حد. دول موجودين. يعني انت. اه. الراجل مودست انت مقتنع بيه. طب الراجل اللي هو شاهدنا بقاله سنتين تلاتة. اه. فين هو? وعمل مشكلة معاليه. اه. بقى في ناس اللي اتقال لك اصل رجله من منملة. وفي ناس ثانية اقال لك اصل هو حاسس بشكة. وفي ناس ثانية اقيت لك. طب انبرح لما نزلها. حسيت ان هو كان مصاب. ايه بس اخد وقته اه. في الرجوع. يبقى عشان ان هو بلبع بالكلام. خبط في الكلام. لان هو بصراحة ما يعطش. بيرسي تاو ده يقعد لأي حد في النادي الالي. بالام انا. لا هو العب اه. وخصوصا ان هو كان. وخصوصا كمان انه جاي من افريقيا واخد تالت ولا رابع. كان واخد تالت. يعني الاصابة مش اه. الاصابة وهمية زي اصابة. طبعا. مصمم. بس اي حاجة. بس اي حاجة بالنسبة للنادي الالي فيقول لك ايه. اصلي مصابة. فانت. وعلى فكرة كل الصحفيين وكل الاعلاميين بيبقوا عارفين. حتى مدونهم اعلام كبير تلقى قال لك ايه. انا مش مدين لرد في موضوع بيرسي تاو. ازا كان مصابة ما بيردوش علي. يعني مش عارف ازا كان مصابة ولا مش مصابة ولا. اه. يعني مشاركتهم بارح بتباين انه ما كانش مصابة. اه طبعا. اه كان بس. وده ده برضو بعد زهارة الكابتن محمود الخطيب ان في ناس لازم نشوفها الفترة اللي جاءه. لازم اه. لأ شايف شايف تشهد النادي الاهلي يعني. تقيلة برضو. خلي بالك المطش اللي جايه ده صعب. هنا. اه طبعا. هي فرقة كورة برضو خلي بالك. وفرقة تخور. خلي بالك. يعني فرقة تخور. يعني مبارح مثلا التلات انفراض. وبرر ده تلعب كويس كمان. تلات انفراضات. واه ملعب كويس وفسط جميل والساعة تسعة بالليل ده بص هم هيبقوا مثلا كانوا في مع العبهم مبارح في التوقيت دوت. مثلا هتلاقيهم كانوا ستين في المية. من اللي يقتهم البدنية. عشان برضو الجو مؤثر عليه. انت كنت تلاتين في المية. او ممكن تكون خمسة وعشرين في المية. ده توتا للفرقة. تاعت النادي الاهلي. هم مسلا كانوا ستين في المية. خمسة وستين في المية بالكتير. تعال بقى هنا في الجو. والطبيعة اللي عندنا. والماتش الساعة تسعة بالليل او تمانية او ستة على حسب. فاي ايا كان يعني. وطبعا الجماهير مزينا اللي استيب. فده لو ما خطفتش جون في اول ربع ساعة. الماتش تصعب عليه. زي الزمالك النهاردة مسلا. لأ الزمالك النهاردة كان يكسب بس الراجل ما عارفش يتعامل. هم. لا الاصل انك بتكسب بتلعب على ارضك. في اول ربع ساعة جبت جول الموضوع بتسهل. اه. الزمالك لو جاب النهاردة اول ربع ساعة جون. اه. الدنيا اختلف. طبعا. يكسب اتنين تلاتة. برضو ماس الشيء لو الاهلي عمل كده امورة تختلف كتير. لأ وبعدين دي فرقة تقيلة. عكس دريمز اصدق. لا لا دي حاجة ودي حاجة. بس انا بكلمك يعني مسلا دريمز لسه لسه في العهد القاروي. لسه اه. لا انا بكلمك على مزينب اللي واخده خمس مرات. ايه صح. عندهم برضو مهما كان الخبرات. عندهم برضو مهما كان فيه لعيبة كويسة. اعلم ان. يعني انا اردم فيش لعيب واحد بس ولا لفت نظر اللي اسمه عبد عزيز ما عرفش ايه كده. بس اه حتى كمان اللي الرأس حربة اللي كان يلعب هنا. جون انتوي. جون انتوي. جون انتوي. ما 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 حسيتش بيه خالص. يعني ما فيش حاجة وسلو. بس هو الوحيد اللي بيقف عالكورة وبيغير اتجاهاته. هو الراجل اللي هو الصغير ده اللي بيقوله عليه. عبد عزيز ايه سكت. اه. طاقت بالك. انما في انت في الفرقة مبارح. لا ده فيه لعيب فيه تسعتاشر في نص ملعب ديفندر. حاجة تشرح القلم. فيه اللعيب اللي هو نزل الشوت التاني لاشول في اخر ربع ساعة ده. اللي عمل قلق ناحية المحمد داني. ده برضو لعيب كويس. عندك اه ناحية الرايت. لعيب كويس. عندهم كزا. فرقة كورة. اه. عندهم كزا لعيب يصنعهم فرق كمان. اه. هم كمان يعني يعني كفرقة في ملعب بيكون حالو. زي ما انت بتقول كده كابتن. عطبا مشكلة. هتشوف من الكورة عشان يلعبه بطريقة عشوائية في ربع. في او ربع ساعة تلت ساعة. طول ما الوقت في بيعدي وفي صالح مهم. اه. وخلي بالك طبعا الجماهير بتعمل ضغط على. اي هدف مشكلة. سيبك حتى كمان لو نقلوا نقلتين ثلاثة جمهوري الاهلي بيفضل اه اه اه. بس بعد كده لو قلب الدنيا بتسود. اه. وانت عارف الكلام ده. بس هي الميزة بقى ان انت تقطب جم في او ربع ساعة. عملت كده يبقى انت. طيب. هيكون في فرق التش. يعني في التشكيلة كابتن في القاهرة انا غير التشكيلة احنا شفناه في المزنبي. ممكن يلعب موديس. اه. ممكن يلعب موديس. عماتنا التشكيلة كاد كويسة. ولا ايه. على الناس اللي موجودة كويسة. بس خلي بالك. ان اي حد يلعب في النادي الاهلي او في الزمالك مفروض يقدي. بس. مم. الراجل سواء ده او ده يدي اللعيبة دي. مم. يديهم الاحساس برضو. احنا برضو. لما كريم ندفد يجي بعد شهرين وتلعبه. مم. محمود بتولي يجي بعد سنة وخمس شهور. بعد ما كان هو رقم واحد عنده. تيجي تلعبه مبارح خمس دقايق. وتيجي تطلبه انه يبقى كويسة بزاي. طيب. كنت بتقولي على دهاء الفرص في الزمالك ان الراجل محفظه. محفظ. محفظ العيبة التحركات في الملع. نادي الاهلي برضو بقى فرص كتير. مفيش اللي هي بتاعتم سامو بقى. وطاهر. لأ طاهر دي حصلت دربكة. يعني كهربا لما اخدها. مم. واخد بالك فتولد. فطاهر مع معزور. عايز الماء عشان يشوت. فالراجل حط رجل وطلعها. مم. فمشتش وراحت لجون والجون صدها زي ما. مش سرعة. ما انا مش متوقع ان كان كهربا هيعمل كده. مم. ما كهربا اول ملم كده انت وانا والناس اللي عادة بفرج قالها يشوت. مم. فالكورة تولد. فلما تولد اتدخل طاهر. فلما خد عشان يزبط اصبر ده الملاعب اللي هي. طبعا. صعبا. بص بص خدنا اصلا بص الحبايبات السودة. اللي عمنا زال في اللي سود. ما هي دي لازم تبقى موجودة في الملاعب دي عشان لما ما تطردش هي دي اللي بتزحلها الكورة. صح. مم. اخد بالك. مم. فانا بقولك ان الكورة لما داس عليها طاهر. ال 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 الارض بتجريها. فما كانتش زي زي كهرابا. المكهرابا بيرقص عشان يشوت. فهي بعدي. مم. لان الملاعب دي بتبقى آآ الكورة فيها سريعة. مم. عشان الميا اللي هي بتبقى مرشوشة. طيب. عشان وقتنا بس. والفين. توقعك. والفين. وعنا كده خلصنا. لا بنقرب بنقرب يعني. بس عشان ما. يعني في كده اسائلة لازم تتسائل في النوthon. قبل ما ما نخلي. طيب. عقواعق دي الاهلي والزمالي. هو الصول بالنسبة هنا كام. دي المباراة النهائية وهنا كام. بالنسبة للاهلي. اه. عشان الجماير. مم. ستين. اربعين. ستين. اربعين لمازمب. ستين للاهل اربعين لمازمب. ال زمالك. ال زمالك. لو الراجل عمل تشفيلك غيصة. اعتقد انه ممكن ما اخسرش هنا. تشكيلة. انما لو فتا هيخسر. انت هتوقف على المدير الفني اللي هو. دي دي يا ابن غضب. ما عرفش ما انت انت النهاردة بيلعب ناس ما لعبتش. لو بناس التشكيلة دي. لا هيخسر. هو لو ملعبش محمد شحات او الزياد كمان وحتى كمان دنجة في نص الملعب. المطفل اللي جاي هتخسر. مع ان الفرق انا مش شايف ان هي لها انياب غير اللعيب الصغير اللي اقول لك عليها. بس هناك طبعا الجماهير والجو والملعب. والكلام ده هيدوم افضلية. انما هم كفنيا. لا. لو لو فنيا انت هنا تكسب من الاول لو حطي تشكيل بما يرضي الله. يكسب ثلاثة اربعة وكلنا خلص. انا انا عزي كلمك على حاجة خاصة بالنادي الاهل حقيقة بالاخص محمد عبد المنام. يعني واحنا بنتكلم. حقيقة ما نيجي نبص. في ناس او يعني ما بيلعبش اه السهل. لكن في بعض الناس تقول لك. اه يعني احنا مبسوطين احنا عندنا لعيب. ويعرف يقف ويمسك كورة. ويعرف اه وعنده ثقة بنفسه. كانت الرضا كالعيب كورة وكمدير فني برضا. انا يكون عندك لعيب زي محمد عبد المنام. تقول له ايه? يعني تقول له ايه لما بتشوف العيب يعرف يمسك كورة وبينقله. عنده ثقة وممكن يطلع ويعمل لك هجمة. اقول اللي بيحصل لمحمد عبد المنام ده من كل من ضغط المطشورات. اه. انه بيلعب كتير. غصب عنه. بصدحل ولا وحش? وحش كبا. المطشورات كتير. لا وحش. انت عارف اقول لك على حاجة بما يرضي الله. اه. لو محمود متولي مسلا وياسر ابراهيم رجع والكلام ده. اه محمود متولي رجع. لا وياسر ابراهيم اه. اعاده يريح شوية. اه. لان الراجل مش مكنة. الراجل منتخب شغال. اهلي في الدور شغال. في كاس مصر شغال. مطشور ديها شغال. مش عارف فين شغال. فالراجل ما بيريحش. فانت ما تستناش مني ان انا العب مطشين واربع عد كويسين. لازم التالت واربع هيبقى الكير فهينزل. اه. انما انا لو فيه اللي هو بقى اللي بيعمل الروتيشن بجد. اه. وان فيه ياسر ابراهيم يقعده مثلا اه مطش وان محمود متولي مطش ويبقى يرجع السرعة تاني. وهو يرتاح. هيبقى افضل اه. مدافع في في مصر طبعا. هو مازال. هو مازال بس رياحه بقى هتشوف حاجات حسن. هبنكنا على بعض الاخطاء اللي ممكن. ما هدي الاخطاء من كتر. فيها الناس بتقول لك ده ثقة بالنفس. ما والله ما ثقة. ما هانت بسلا بما يرضي المطش دربة الجزاء اللي هي بتاعت الجزيرة. اه. هي وهي جياله. هو عاز يقلش. لا. هي دي فئة عالية. ده فيها تعم. فيها انه الراجل مستهلك. فهو يا كرة جاية فهو لو واقف على رجله صح. ومش عنده ارهاق ومش تعبان. هيشيلها واحدة ويخلص. وهو كان عاز يشيلها واحدة. بس برضو عشان التعب والارهاق اللي عنده الاشت. ما انت لازم تقيسه في حاجة زي كده. هو الراجل دلوقتي. انت بتقول لي ايه اصله هو اتغر. وان هو بيلعب بتعالي. طيب اللي بيلعب بتعالي وتغر ده يعمل ايه. يمسك الكورة. وانت جاي عليه فر ودي رقصك. تجيله تاني رقصك. يجيله تالي بترقصه. وبعد كده يقوم جاي عاملة مثلا قد كده للحرس المرض. ده التعالي والاستهتار. بيعمل كده. هو بيعمل كده. هو لما بيجي يعمل مثلا عايز يلم عشان يخلي الراجل في ظهره ويروح في حتة هو في حتة. فتوقف القرى او الراجل يبدي رجله صح ياخد. ده مش غلط. ده مش غلطته ده غصبة عنه. تمام يا كابتون وصلت. انت وقت دلق. فالناس بقى بتيجي في الهايفا وتستصدر. وتقول لك ايه. لا لا اصله هو بيتعالي. حد يلعب في الاهل وانتخب مصر ويتعالى. طيب. ولو بيتعالى. وانت شاف اللي بتعالى ما تقعد. يرجع لصوابه. بس انا بقول لك انه هو. تعب اصلا. يعني مستهلك. تمام. هاتلي هاتلي من يوم ما الاهل بدأ الدوري والمنتقب. ريح هو. لا الحقيقة. اللي ازا كان نصب. صح ولا غلط. صحيح. فده لازم تعذره الناس دي الناس دي مش مكان. الناس دي بالذات اللي هم يعني لعبت الكرة دول. عشان يبدع يديه ورحته. صحيح. طيب. عندي التقييمات يا كابتن. وعندي مشكلة كده او يعني موقف النهاردة حصل في الكورة في مصر. ما عارفش طبيعة الموضوع بتاع المبارات امبي والاهلي. لا ما تبعت. وفوز اه اه النهاردة امبي اربعة ثلاثة على الاهلي. في دوري الفين وثلاثة. والاهلي احتفل بانه هو بطل الدوري. وامبي احتفل برضو انه هو بطل الدوري. مم. فما عرفش انت ما تبعتش هم. لا ما عرفش. طيب مش هسألك فيها بقى. لا ما عرفش يا بس. اللوايح بتقول ايه. مش فيه اللوايح بتقول ايه. لا هو اللايحة بتقول ان كان الامبي لو كان فاز فرق اتنين كان امبي هيبقى بطل. لكن فاز بفرق هدف واحد. ولكن في مشكلة حصلت قبلها بكم ماتش امبي كان بيلعب المصري. وكان فيه في الفريق المصري يعني هما امبي بيقول كلا يعني. ان فيه لعيب مزارة. فيه اثباتات. اه هم مقدلين اوراق. طيب فيه اثباتات خلاص يستنوا بقى رأي الاتحاد في المشكلة دي. في المشكلة وبعد كده يعني. اه. لأ ازا كان الراجل مزور بصاحة كده. في المصري اه. اه. لو الراجل مزور. يعني. يعني الراجل مزور والمصر كسب. اه. فمفروض ياخدوا التاتة بومت. اه. لو خدوا التاتة بومت. لا يبقى فرق عن الاهلي تلات نقاط. طيب نستنى بقى ونشوف. اه. طيب. خيني اخد منك تقيمات النهاردة كده. وتقيمات امبارح لانك يعني برضو همين انت هشوف برضو تقيمات امبارح بالنسبة للنادي الآلي. عواد النهاردة تتديره كاما كده. يعني ما تدله تلاتة لدي. ما فيش حاجة راحت عليه. تمام. زناري. كرة بس بتاعة المسلوس اللي رجعه له وتصاب فيه وكان. زناري كده. زناري انا بقول لك لو لعب في الحتة دي هو الوحيد اللي عوض غياب الوينش في التوقيت ده. تحسن كده. كده. هو لعيب بس هو لعيب مقاتل في الحتة بتاعته بتاعة المسات. انا ما عرفش راجل باله مية وعشرين يوم ومعاه احمد مجدي والاتنين بيلعبوه عبطار في ليه. ام. يعني انت تلعب المسلوس اللي ما بيعرفش يلعب بدماغه ولا شماله ولا يمينه. في الحتة اللي هي الخطرة دي. اه الله ما لما بيمسكش. خلي بالك. يعني ما بيمسكش. وهنا اقول لك الكلام ده انا بتعارف ان. تمام. امام عشور في الهدف التاني بتاع النادي الالي في كاس مصر هو اللي شيله. ام. واخد بالك. بان امام في الهوى هاخده الخطوة واخده الكرة والليه انت بتطلع معاه ليه. ام. ام ام خدو ام جاء عاملة الافشة. تمام. فانا انا بقول لك لأ المسلوسي انا اديله النهار ده. المسلوسي كامل كده. لا 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 اصد زناري اديله ستة. اه. المسلوسي اديله اتنية. طيب حسان عبد المجيدة كده. اربعة. نضاي. اديله سبعة. دونجة كده. دونجة خمسة. حمدي احمد حمدي. صفر. كم? صفر. ما هيش اول. 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 شكبالة واحد. متيبة. متيبة اديله سبعة. اه مصوفة شربي. واحد. وده محاول نهار ده. مم. صف الجزيرة كده. لا صف النهار ده يكسبك مسترية. مم. بس ما تعرفش في اه اديله اتنية. سامسون. سامسون اديله اربعة. محمد شحاتة كده. ما عرفش ده بيقعد ليه. انا ما عرفش ده بيقعد ليه. اديله خمسة. ناصر منزي. لما لازل عمل حرجة في نص الملعب باخد الكرة ورقة التمانتاشر. ناصر منزي. مم. اديله ثلاثة. مم. مهاب ياسر. ملحقش. طيب جميزة يا كابتا. لا لا لا. مش تدينه. حالي بالك احنا فيه بلوقتي يعني الناس بقى يعملوا التقييمات زينا. ما احنا بص نبدأ. اه. كله يعمل نفسها اه. يعني احنا البداية. خلينا دايما كده يعني الناس يا اللي تجري ورانا. طيب. خلينا احنا دايما نفتح لهم اكل عيش. مصطفى شبير. وميحربونا. مصطفى شبير. هديله مبارح تسعة. تسعة. محمد هاني كابتا. او عشرة كمان. عشرة. صراحة يعني. عشرة. اي كرة هتخدش فيه لا يسأل عنها. زي مطشد زمالك. صح. يسأل عن الهدفين. صحيح. وشاي الكورتين من سيد نمر ما. محمد هاني كابتا. تلاتة. عبد المنعم كابتا. خمسة. رامي ربيع. تلاتة. علم علون. تلاتة. اكرم توفيق. اربعة. كوكة. اثنين. ام. السلية. خمسة. رودة سليمة كابتا. لأ ملحيش بس كان عامل جابهة اوات صب. انا معرفش. اه جا عنده خلفية. ام. هديله خمسة. ام. يعني جات له خلفية. احمد عبدالقادر يا كابت. ده اكيد. اه. لا والله. احمد يا اديله ستة. ضيع واحدة مبارح. يعني. وعمل واحدة مبارح. سنها دي. سنها الكلم عليها اللي جات له. الردس ليه. لا بس الكورة اللي تعملت له كان اقرى من اللي عملها. اه. لو عملها قدامه جون. لما هو برضو لما تعملت تحت رجليه. والموقف وكده كان داية المساحة عليه الباك. طيب. اه وسامة كابتا. وسامة ابو علي. والله يديله سبعة. ولا ولا كورة ما خدهاش عالية. كويس هو. جدا. مم. صحيح كورة بس لو كانت جات جلدي كانت فاجئة. وعده غصب عنه بقى هو هتفاجئ بيها يعني ما. تمام. لفي لعبة بتلعب وعندها. صحيح. احساس. احساسية. وبيتضيحها يعني. متولكت محمود متولك. والله يديله خمسة عشان ان هو لسه راجع بقاله سنتين ما بلعبش. مم. برستاو. اربعة. افشة. اربعة. كهربا. كهربا. يعني ما حسيتش اللي الكورة اللي هو خده منه طهر ده. مم. فنقول. كهربا كده كابتا يعني بوجود وسام هو يعني مش هيلعب اساسي تاني ممكن. يعني من وجهة نظرة. انا من وجهة نظري. اه. عايز تلعب. مم. في المقشاط اللي هنا. مم. وسام ده ما يعودش. مم. هنا او بر. مم. حط جنبه بقى كهربا تقعدوا ينزل كهربا بديل. مم. ده ما في التوقيت ده. يعني الاهلي خلاص لقى اللي هو عايزه في وسام أبو عارف المنطقة. عايز دلوقتي واللي احنا شايفينه اه. 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 انا قلتلك مبارح. مهناش الديفنس على كرة عية. تمام. وبعدين عنده السبرينت عنده الباص عنده. مم. يعني مختلف تماما. تماما. تماما غير الكعربة وغير. اخيرا طار محمد طاركت. والله العظيم انا شايف انه اه مش وحش الفطر الاخير. اه. وشديد. بقى دي امكانياته بس هو عايز اعمل حاجة عشان الناس ترد عنه. كام يا كابتان تدي له كام? ادي له خمسة. طيب. عشان احنا وقتنا انتهى انا اخطى. لا قابل ما انتهى بس انا عايزة بارك للكابتان قاشف قاسم. اه مبروك طبعا. والله وانا برضو عايزة اقول لحاجة انا زعلان منك انت ما كلمت ديش وروحنا مع بعض. والله العظيم انا كان عند ظروف. اه. بنبارك لابنه طبعا. اه بنبارك بنقول له ان شاء الله بل ما تشوفه ولاد 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 شريف ادنا. اه. فما تزعلش يا اشرف لان والله العظيم كان عند ظروف. يمكن عسان مرعي قدت متفق معاه. اه. وكلمني هو خالق جلال. وقالولي وقلت له حتى انا كنت متفق مع اسلام قبلها بيومين. وقلت له ان احنا هنروح. انا مفكرك ان انت رايح. انا برضو عندي ظروف انت عارف فردتي. اه ما انا عارف. فانا مفكر عشان كده ما قلت لكش. لان انا عارف ان انت لان انت في رمضان لما كلمتني وديتنا اشرف يكلمني. اه. وهو عزمني سعيدة. فانت اه يعني انا عارف ان انت رايح. بس هو الصعوبة ان انا جات للظروف قبلها بيوم. فكان صعب ان انا عارف. انا طبعا بقول له ان انا بعتزلك يعني. في ولادة حفيدة ان شاء الله. اه. اه. ونروح له في ولادة حفيدة. بازن الله. ان شاء الله. بس اعزمنا بقى لان انا عارف. انا عارف. حبيبنا. ده شخصية جميلة. ربنا يشفيه عبيه. نجل كبتل ناشفياسي. ونشوفه كده ان شاء الله. ماشا كده. ان شاء الله. وهو شايل حفيده بازن الله. نورت شارفتة كبتل. شكرا كبتل رضا. يعني اكيد طبعا بنستان تعبو جود كبتل رضا. ان شاء الله كل التوفيق اللي بقى للاهل والزمالك. ماتشين مهمين جدا للفريتين وصول المبارنة هي. بيقترب. بيقترب بشكل كبير جدا للنادي الاهل ان شاء الله. طبعا ده بنهاية الماتش القادم. ناتزة مالك عنده فرصة كبيرة جدا لان النادي كبير. ايا ان كان بقى نتيجة ان هذا. لكن قادر ناتزة مالك ان هو يتأهل ليه المبارنة هي. لكن طبعا بمجهود ممكن يكون اكبر ونتيجة ان شاء الله يكون جيدة واجابية لي بامر. ان شاء الله نكون معكم بكرة في حلقة جديدة من برينو. اسبوع على خير.